أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا خوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا ذريت من خملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علواً كبيرا فإذا جاء أراد أولاكما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أوني بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وغدا مفولا ثم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا كم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أحسنتم فلها وإن أحسنتم فلها فإذا جاء أعود الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علو تتبيرا أسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم أذناء وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين وأن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتذنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشرد وأقو بالخير وكان الإنسان والولاء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتغلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألذمناه طائره في غنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنسان إنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما كنا معذبين وما كنا معذبين وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فخق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعذ نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة وتعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مذحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وقوى مؤمن سعى لها سعى لها سعى لها وقوى مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كن لن نمد هؤلاء وهاؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا واحد نمد على بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلون عندك الكبر أخذهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحا وقل اللي من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربي يدي صغيرا وقضى ربك ألا تغبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أخذهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحا الزل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربي يدي صغيرا وقل رب رحمهما كما ربي يدي صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القنبى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم